والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة إلى محمد عبدالله والتفاصيل أهلا بك محمد شكرا نهى وشكرا صحر والآن إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم افتتح وزير البترول وثورة المعدنية طريق الملة محطة الوقود المتكاملة للتموين السيارات بالغاز الطبعي والوقود السائل والخدمات الأخرى غاستيك إني بالكيلو الثمانية والثلاثين بمحافظة الإسكندرية وأكد الملة الاستمرار في زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبعي لمواكبة النمو في الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلي حيث طوفر له العديد من المميزات منها أنه نظيف صديق للبيئة منخفض التكلفة وعالي الأداء جولة تفقدية هامة لوزير البترول والثروة المعدنية لافتتاح وتفقد العديد من مشروعات البترول بمحافظة الإسكندرية حيث شملت الجولة افتتاح مشروع ربط غازات حقل ريفن على مجمع غازات الصحراء الغربية بالأسكندرية ومتابعة سير الأعمال في مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية ترين دي كوحدة إنتاج جديدة بالمجمع بهدف معالجة الغازات التي ينتج منها أنواع منتجات الغاز الدعم الرئيسية لصناعة البترو كيمويات أهمية هذه المصانع مجمع الغازات ده لأنه فيه قدرة على استخلاص العناصر ومكونات الغاز المختلفة وده لاستخداماتها المختلفة جزء منه بيطلع لإستخدام العنصر البتجاز وأجزاء أخرى بتستخدم فيه صناعة البترو كيمويات اللي هو الـ C2 والـ C3 والعنصر الثالث اللي هو البروبين وده يأما بيتم تصديره والفائد منه بيتم برضو استخدامه مع البتجاز كما شملت الجولة افتتاح محطة التموين المتكاملة بالكيلو 38 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي والتي تقدم خدمة تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي بالإضافة لمركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للغاز الطبيعي وخدمة تغيير الزيوت بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بسعة ألفين سيارة في اليوم والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات حطة متكاملة فيها وقود غاز ووقود بنزين وماركت وخدمة زيوت وده استثمارات من شركة إني وده سقة في السوق المصري وقود علامة تجارية مثل إني في السوق المصري ده بحق ثقة في السوق المصري النهاردة الحمد لله بنقدر نقدم للمواطن المصري قيمة مضافة سواء لاقتصادياته من خلال تحويل العمل بالغاز الطبيعي وتحقيق وفر ناتج من استخدام الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تقديم خدمات في منتج الوقود السائل مع العلامة التجارية العالمية لشركة إني بالإضافة إلى توفير منتج زيوت عالمي بجودة عالمية للشركة العالمية إني بالنسبة للغاز الطبيعي لديه أغفر وأكتر بكتير من البنزين كتير جامد يعني ومحطات الغاز الطبيعي متوفرة يعني في جميع نحاء مثلا أو محطة سكدرية كذا محطة يعني لديه متوفر فيها نقش الفور لأي عالي عطال الغاز موفر بين البنزين كتير بيوفر النص بيوفر لأكتر أكتر من نص كمان وبالي سنتين ما أفله في العربية والمشي مية مية كويس وما فيش أي عطال ولا أي أسباب والمحطات متوفرة في كل مكان واختتمت الجولة بتفقد مشروعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبترو كيمويات أناربيك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان والتي شملت مشروع الميثانيتور الذي يهدف لإطالة عمر العامل المساعد في وحدة الأزمرة عن طريق إزالة أول أكسيد الكربون وعمليات التوسعة في الوحدات الإنتاجية القائمة لرفع إنتاجية الشركة من البنزين عالي الأوكتان وتفقد غرفة التحكم الرئيسية للعمليات بالوحدات الإنتاجية بالمجمع محمود جميل التلفزيون المصري أرنات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ أول عملية تموين صفن بميناء السخنة التابع لها بالمنطقة الجنوبية بنجاح وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام المنطقة بتطول البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للصفن في موانئ المنطقة الاقتصادية والتي ستسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للصفن المر بقناة السويس ومنها العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 185 ألف طن من الظرة وفلسوية بحوالي 100 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 23 من يونيو الماضي حتى 6 من يوليو الجاري وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر 2022 حتى الآن 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ضرة ومليون طن فلسوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم ودعومة بعملات شرائم من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية حيث صعد المؤشر الرئيسي للبرصة بنسبة 2.46% وربح رأس المال السوقي لأسوم الشركات المقايادة بالبرصة نحو 55 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.149 تليليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 2.46% ليبلغ 16.963 نقطة كما زاد مؤشر الأسوم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 4.33% ليبلغ مستوى 3.374 نقطة كذلك شملت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 3.96% إلى قيمته السوقية ليبلغ مستوى 5.009 نقطة في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم رغب أن التخفيضات المتوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا حدت من الخسائر وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة نصف نقطة مأوية لتبلغ 78 دولارا لالبرميل وترجعت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس بنسبة نصف نقطة مأوية أيضا لتبلغ 73 دولارا لالبرميل كما انخفضت أسعار المزودة عالميا بنسبة 3.10% لتبلغ 255 سنة للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبعي من نسبة 2.98% لتبلغ 266 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أطلق العراق وشركة تال انيرجي في بغداد مشروعا ضخما لقيمة 10 مليارات دولار يدفل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والغاز المحترق في الحقول النفطية وبعد مفاوضات طويلة وخلافات حد فقط المشروع الذي قرر الكشف عنه عام 2021 وقع رئيس التنفيذي لتوتال انيرجي باتريك بونيه ووزير النفطة العراقي حيان عبدالغاني الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع وقال وزير النفطة العراقي أن بلاده ستتعاون بشكل جاد ومفتمر من أجل مباشرة تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع نهاية أخبار اقتصاد من جديد أعود إلى نها وصحر شكرا لك محمد عبدالله